اتنين انا بشوفهم الحقيقة من اهم الصفقات اتنين هيمثلوا قوة ضربة بالنسبة لنادي الاهلي بداية من الموسم اللي جاي كلام على احمد عبدالقادر وعمار حمدي الحقيقة اللي اتنين قدموا موسم ولا اروع سواء مع الاتحاد او سواء مع سموحة وشايف انه الاتنين دولار هان عليهم كبير جدا الموسم اللي جاي مش فكرة انك انت تزود عدد لعيبة ينضموا الفريق بعد الاربع صفقات اللي ابرمتها ادارة النادي الاهلي لكن فكرة الحقيقة العناصر المميزة اللي ممكن تكون اضافة بعض المشاكل اللي وجاها النادي الاهلي في الموسم اللي فات مش بس مرتبطة بنحية الارهاق والاجهاد خلينا نتفق على ده عشان نبقى بنقيم تقييم موضوع بعض المشاكل اللي وجاها النادي الاهلي فنية واعتقد ان السوداسي السوداسي اللي هيتضاف على سكوات النادي الاهلي ويزهر بألوان النادي الاهلي في الموسم الجديد كلهم الحقيقة فيهم ميزة مشتركة تقدر من ناكن تتراهن عليها كلهم عندهم الحلول الفردية كلهم عندهم إمكانية أن هما يكونوا مفاتيح لعب بتكلم على حسام حسن المهاجم سموحة اللي بقى مهاجم النادي الأهلي بتكلم طبعا على صفقة بيرسيتاو وانتظروا على مسئوليتي كده سئ بيرسيتاو واحد من أهم نجوم الدوري والأهلي في الموسم اللي جاي خسيل وي ميكسون واحد من أفضل اللعيبة على مستوى القرار الأفريقية وان شاء الله لو دخل وانسجم بشكل كبير جدا وبقى فتن ويشارك مع النادي الأهلي في أسرع وقت ممكن هيكون واحدة من الصفقات السوبر كريم فؤاد لعيب يملك الحلول وصفقة تمنتها أنا شخصيا من وقت طويل جدا أما أحمد عبدالقادر وعمار فانتو شفتوهم وتابعتوهم وأعتقد أن هما قدموا الموسم ولا أروع وأعتقد أن عبدالقادر وعمار هيكونوا إضافة قوي جدا للنادي الأهلي